استراتيجية جديدة للدفاع الأمريكية بالبحر الأحمر طرحت وزارة الدفاع الأمريكية السبت استراتيجية جديدة لمواجهة العمليات اليمنية في البحر الأحمر يتزامن ذلك مع تعثر وقفها عسكريا وأفادت مصادر استخباراتية بأن الدفاع الأمريكية تناقش حاليا استخدام ما وصفتها باستراتيجية أرخصة في ظل ارتفاع التكاليف لمواجهة هجمات من تصفهم بالحثيين وتتضمن الاستراتيجية الجديدة وفق المصادر التشويش الإلكتروني على الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وأشارت المصادر إلى أن قرار الدفاع الأمريكية اللجوء لهذه الخطوة جاء عقب تقرير لخبراء عسكريين أكدوا فيها استحالة تنفيذ هجوم بري على اليمن في ظل التعاطف الشعبي الواسع مع غزة وهو ما قد يلحق هزيمة جديدة بالقوات الأمريكية كما أن استمرار ارتفاع تكاليف التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وفق المصادر كان أحد أسباب القرار الأمريكي الجديد والتشويش الإلكتروني غير فعال وقد سبق فشلها في حروب سابقة أبرزها الحرب التي قادتها السعودية على اليمن وكذا في أوكرانيا وكانت الدفاع الأمريكية اعترفت بتكبدها خسائر مدية كبيرة جراء اعتراض الهجمات في البحرين الأحمر والعربي أبرزها أن صاروخ الدفاع الجوي الواحد تصل قيمته إلى 6 ملايين دولار ترجمة نانسي قنقر